بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ورحب الجميع عام دراسي جديد حافل بإذن الله بالإنجازات وفصل دراسي مليء بالتميز والإبداع والتغيير نتعلم كل جديد بما يساعد في سيرة العملية التعليمية والإدارية على أكمل وجه ورحب الأستاذة فوزية وكيلتنا حياك الله أخت عزيزة وغالية بيننا بإذن الله طبعا موضوع ورشتنا التدريبية الموظفة الفاعلة حتكلم فيها عن محورين أساسيين المحور الأول إنشاء رمز الـ QR Code المحور الثاني دمج المراسلات طبعا كلها أشياء إدارية ممكن أنتوا بتحتاجوها في أعمالكم نبدأ في البداية نعرف ما هو الـ QR Code اللي هي نقول لها رمز الاستجابة السريعة عبارة عن اختصار إحنا دائما نقوله barcode هو يعني علميا خطأ نقوله barcode لأن الbarcode هو اللي يكون بشكل أعمد تلاقيه دائما في السلع والمنتجات لكن الشكل هذا المربع اللي إحنا معتادين عليه دائما في الروابط هو عبارة عن QR Code Quick Response Code يعني هذا اختصار الكلمة هذه فهي صورة زي ما أنتوا شايفين مكونة من نقاط وخطوط مرتبة بشكل رقمي تختصر علينا الروابط المعلومات أحيانا الـ QR Code ما يكون يدخلك على موقع فقط أو رابط موقع لا أحيانا يكون لنص لهاتف حنشوف اليوم إن شاء الله الخيارات الأخرى طبعا هناك فرق زي ما قلت لكم ما بين الـ QR Code وما بين الـ barcode زي ما نلاحظ فيه فرق كبير واضح في الشكل يعني هذا النقطة الأولى كمان الـ QR Code يقول لك يختصر معلومات هائلة يعني أنا ممكن أكتب نص كامل وأخزنه كـ QR Code لكن الـ barcode عادة ما بيخزنه فيه إلا أرقام ومجرد أحرف كمان بالنسبة للـ QR Code بتلاحظوا كلكم إنه ممكن تقرأوه حتى بكاميرا الجوال أو بتطبيق بينما الـ barcode طبعا لابد له من أجهزة خاصة وبرامج خاصة لقراءته ففيه فرق ما بين الـ 2 إن شاء الله مستقبلا نحاول أنه نعدل بس المسمة QR Code بدل كلمة barcode طيب حنبدأ التدريب العملي على المحور الأول اللي هو الـ QR Code نتعلم كيف ننشئه يعني نصممه من البداية كيف ممكن نتحكم في تنسيقه سواء كان تغيير لون أو وضع صورة في منتصف زي سناب شات بتشوفوا الـ QR Code تبعه لأنه فيه رمز أو شعار معين في وسط الصورة هذا إن شاء الله حنتعرف عليه الآن حرسلكم الرابط الثاني ونبدأ إن شاء الله التدريب العملي هي مواقع كثير صراحة اللي تنشئ الـ QR Code لكن أنا عن نفسي معتمدة هذا الموقع لأسبابي يعني التنسيقاته حلوة صراحة QR Code Monkey نبدأ بسم الله نتعرف على الموقع الموقع زي ما أنت شايفه فوق فيه خيارات كثير إذا اللغة الإنجليزية عاملت لك مشكلة ممكن تعربي أي موقع مو شرط هذا الموقع أي موقع ممكن تعربي سواء من الجوال من خيارات المتصفح نفسه من الثلاثة النقاط اللي تكون لك فوق أو من خيارات المتصفح نفسه اللي أنت فيه بزر الموسى الأيمن في أي مكان ترجمة إلى اللغة العربية طبعا أنا أحركز على كيف تحول رابط موقع إلى QR Code لكن أنا بس بأقول لك أنه ممكن يكون نص الـ QR Code هذا لما تفتحيه ممكن يكون نص مثلا فيه عبارة ترحيبية ولا فيه إهداء معين ممكن يكون صوت ممكن يكون رابط ليوتيوب ممكن أشياء كثير أنتو بتلاحظوا حيانا حتى بعض الـ QR Code ممكن يفتح لك على واتساب على حسب حنطبق عملي على الجزء الأول عنوان URL طبعا بداية أفتح أي موقع حابة إني أحول رابطه لـ QR Code نسخ الرابط أرجع مرة ثانية لموقعي هو افتراضيا حاطط لك موقع اللي هو رابط نفس الموقع لأن نمسحه ونلصق الرابط اللي نسخنا طب نشوف الخيارات اللي موجودة في التنسيق أول خيار تعيين الألوان في الألوان ممكن تختاري أنه الـ QR Code يقول لك لون واحد ممكن يقول لك لون واحد وممكن يقول لك تدرج لوني على حسب طيب إذا كان لون واحد ممكن كيف أغير اللون حضغط على اللون الأسود هنا اختار اضغطي لك أي مكان كذا حتبدأ تظهر معاك الألوان طيب مثلا أنا أبغى لون أزرك أي لون اختاري أي لون ما هيظهر معاك هنا إلا لو ضغطت على زر الأخضر اللي بتحته إنشاء رمز الاستجابة لاحظي ظهر معايا اللون الآن هذا إذا كان لون واحد أما إذا كان تدرج لوني طبعا هيظهر معاك لونين تختاري الألوان اللي أنت حابة أن يكون لون الـ QR Code فيه في خيار يقول لك هل تبغي التدرج خطي أم شعاعي طيب نشوف إش يعني خطي وإش يعني شعاعي في البداية حنضغط على رمز اللي هو المفتاح اللي باللون الأخضر هذا تدرج خطي أما الشعاعي يكون لك يعني اللون زي الشعاع جيد زي الشمس لون في المنتصف ولون حوله أما الخطي حيكون لك لون في الأعلى ولون في الأسفل وطبعا فيه دمج بين اللونين الخيار اللي بعده إضافة صورة صورة الشعار هما كانت بيلك إضافة صورة الشعار عندنا اللي هي الشعارات حاطت لك هي حاطت لك صور إذا أنت حابة تختاري منهم ما أنت حابة تختاري منهم ممكن تحميل صورة حضغط على تحميل صورة وأختار صورة من جهازي حتى تشوفي أنت فين مخزن الصورة طيب حملت صورة من جهازي فيه خيار جميل بأسفله قبل ما أفعل الخيار أنا حوريك الآن بعد ما ترفعت الصورة اللي أنا اخترتها كيف شكل الشعار حيصير هذا شكل الشعار نفعل الخيار اللي تحت الصورة إزالة الخلفية وأعمل معاينة أنا عن نفسي أفضل دائما إزالة الخلفية إني أفعل هذا الخيار على أساسي يعني ترك لك زي اللون الأبيض خلفية لشعارك اللي أنت اخترتي الخيار الأخير تخصيص التصميم هنا تختاري أنت كيف تبغي شكل النقاط أو الخطوط هذه اللي بداخل الكيو أر كود لاحظي كل ما أختار واحد فيهم طبعا لازم أعمل معاينة من الزر الأخضر حتلاحظي أنه الشكل هذه كلها تنسيقات هذه يسموها عين أو عيون اللي في الأطراف الثلاثة هذه ممكن هذه كمان تتحكم في شكلها لاحظي كل ما أختار من اللي أسفل هي حاليا مربعة الشكل زي ما أنتوا شايفين حختار دائرة عشان بس تشوف الفرق شوفي كيف صار الشكل دائري ممكن عندك أشكال كثير طيب المربع اللي في الداخل هو الخيار اللي بعده اللي مسمينه شكل كرة العين ممكن تختاري أي شكل الأشكال وتضغطي على الأخضر كمعاينة انتهينا من الخيارات التنسيق الآن عندي هنا خيار اللي هي الحجم الصورة خلي الخيار زي ما هو هو بيقولك ألف بيكسل في ألف بيكسل سي بي زي ما هو لا تلعب في الحجم خلاص تمام عاجبك الشكل خلاص اعتمدتي الآن نضغط على الزر الأزرق تحميل بي ان جي حتلاقي يبدأ ينزل عندك في الجهاز الآن هروح للتنزيلات وألاقي الQR كود ضبط معايا نبدأ الآن في المحور الثاني دمج المراسلات في بعض الأحيان يكون لدينا شهادة ونريد إدراج أسماء 40 أو 50 معلمة في هذه الشهادة من الصعب علي أن أنسخ أسماء المعلمات ثم ألصقها في هذه الشهادات فالأسهل هو ما يسمى بدمج المراسلات أن يكون لدينا قاعدة بيانات على الإكسل ثم أستدعيها في برنامج الورد لتدرج تلقائيا في أقصر وقت افتحي برنامج الورد طبعا أحبدا معاكم من الصفر لأنه ما قلت لكم عبوا لي نموذج أو شهادة من البداية إذن أشكر وفراغ هفتح الآن الإكسل لأنا حشغل الإكسل جديد عشان أبدأ معاكم من الصفر العمودة الأول هكتب المسمى والعمودة الثانية هكتب الإسم سأذهب لقائمة في الأعلى طيب طيب تمام موافق بعد كده أروح لإدراج حقل الإكسل يسمي العمود حقل ما يسميه عمود بيقول لي أنه في عمودين عندك مسمى وإسم إش اللي حابة تدرجيه فيهم ترى ممكن ما تدرج الكل يعني على حسب فأنا حابة الآن أدرج المسمى شرطة وأدرج الإسم إش اللي عملته من إدراج حقل اختاري الحقول اللي تبغيها تنزل الآن انتهيت هضغط على إنهاء ودمج آخر خيار وأول خيار تحرير المستندات المفردة خلاص خلي الكل زي ما هو لأنه حابة أنه كل الصفوف تدخل معايا أهو تعدل عندي المسمى الآن أشكر الوكيلة فوزية نروح الصفحة الثانية أشكر المساعد طبعا هو فتح لي وورد ثاني سماه فوق رسائل اثنين لو مشيتي حتلاقي ضابط آخر نقطة قلت لكم إذا حابين إنكم تحفظوها بي دي اف من حفظ باسم طبعا في طريقة ثانية من طباعة بس خلينا على الطريقة المعتمدة حفظ باسم أحفظي في أي مكان حابة سطح المكتب حابة فين تحفظي كل واحدة إصدار الوورد مختلف عن الثانية لكن الكل عنده مراسلات هو حيفرق بس في طريقة الحفظ حسميه شكر وتقدير ومن تحت هنا حفظ كنوع بي دي اف حابة تحفظي بي دي اف بالطريقة اللي مدري يمكن بعضكم يعرفها اللي هي من طباعة حفظ بتنسيق بي دي اف برضو مو مشكلة أهم شي تحفظي بي دي اف أعيد مرة ثانية اللي سويته مثلا هذا المشهد اللي أبغى ديكم هو أنا كتبت المعلمة شفتوا المفروض ما أكتب المعلمة مفروض أسيبه فاضي ممكن تغير اللون على فكرة يعني هو الاسم بعد ما يندريج هيحتفظ بالتنسيق اللي أنت بنسقه فيه هنا أنت مغير اللون هيحتفظ بتغيير اللون مختار الخط معين هيحتفظ بالخط المعين وهكذا طبعا لازم في البداية تعبي الشهادة كامل يعني تكتبي مثلا اليوم يعني زي أنا اليوم لأنه فيه أشياء ثابتة يعني عند الكل ما حتتغير باقي المسمى والاسم في البداية عبيتولي نموذج قبلي نموذج القبلي كان فيه أسئلة كثير لكن أنا في المشهد أحتاج فقط اسم الموظفة والمسمى الوظيفة طيب هأدرج من مراسلات تحديد المستلمين استخدام قائمة موجودة طبعا أنتبه أول شيء قبل ما أدخل على هذا كله أنتبه المؤشر مؤشر الكتابة فين واقف شوفوا أنا فين واقف الآن واقف بعد الشرطة كذا خطأ كذا حيحط لي المسمى الوظيفة بعد الشرطة لازم أنتبه أحطه في المكان بالضبط اللي أبغاه يظهر فيه تحديد استخدام قائمة موجودة أنا حاليا هذا في التنزيلات موجود طيب إدراج حقل أضيف طبعا لاحظوا أنا عندي حقول كثير هنا أبغى فقط المسمى هروح بعد الشرطة أبغى الاسم اسم الموظفة الآن إنهاء ودمج أول خيار تحرير المستندات المفردة لكل زي ما هو موافق هذه مشاهدكم جاهزة إذن هذه أول واحدة عندنا فايزة على حسب الترتيب اللي موجود في الإكسل فايزة أول واحدة عبت الإكسل عشان كده يسمى جاه في البداية بعد كده ابتسام منال وهكذا